بداية أخبار النهاردة من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية وقد استعرضت القباج في هذا الإطار برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر وقد وجه الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق تحيا نصر لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعملين بالتوعية خاصة من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج وعي مع إلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورت آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج